هنروح لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي عقد اجتماع امبارح مع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدا طبعا جاء الاجتماع من أجل مناشة عدد من المقترحات الخاصة بأسعار تذاكر مباريات البطولة وعلى وجه الخصوص تذاكر الدرجة الثالثة احنا قلنا امبارح وكنا فردين مساحة الحقيقة للموضوع بتبدأ التذاكر من 200 جنيه فالبعض شايفها أرقام مبالغ فيها جدا وفقا لرؤية البعض فعشان كده كان فيه التحرك الحكومي من جانب دكتور أشرف صبحي عشان يجتمع باللجنة المنظمة وخاصة جمهور الدرجة الثالثة باعتبار طبعا أن ده موضوع مهم جدا بالنسبة لشريحة كبيرة جدا من جماهير القرى المصرية وأنا بشكل شخصي عندي أمل أن الأرقام أو الأسعار دي تتغير خلال الوقت القريب الجاي قبل انطلاق البطولة إن شاء الله